اشتركوا في القناة السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لقداسته بدوام الصحة والعافية معكدا أهمية دعم وتعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الفتكان على كافة المستويات كما أكد سعادة الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله لقداسته أن مملكة البحرين تنتهج سياسة السلام والتسامح والانفتاح والحوار مشيرا سعادته إلى أن المملكة تتطلع لزيارة التاريخية المرتقبة التي سيقوم بها قداسته بتاريخ الثالث من نوفمبر المقبل وبدوره أبدى قداسته البابا فرانسيس سروره بالقيام بهذه الزيارة الأولى إلى مملكة البحرين متطلعا للمشاركة في ملتقى حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني مهنئا قداسته سعادة السفير بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الهام مشيرا إلى أنه سيلقى كل الدعم لإنجاح مهمته الدبلوماسية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة